الطريق إلى قضاء سنجار غربي الموصل لا يخلو من مخاطر فالمعركة الدائرة بين قوات البيشمرقة وعناصر تنظيم داعش الذين لا يبعدون عنهم سوى مئة متر فقط ما زالت بين كر وفر فالجهة الشمالية من القضاء المجاورة لجبل سنجار فقط بقضة القوات الكردية أما مركز مدينة سنجار والأراضي المحاذية للحدود السورية والجهة الجنوبية فما زالت تحت سيطرة عناصر التنظيم الذين لم تتوقف هجماتهم صوب البيشمرقة رغم إجهاضها من قبل طيران التحالف الدولي نحن نسيطر على الجهة الشمالية من سنجار وتنظيم داعش لا يبعد عنها سوى مئة متر فقط تمكننا وبإشنا طيران التحالف الدولي من وقف تقدم عناصر التنظيم وقتلنا تسعة قناصين منهم كاميرا الحرة رافقت قطعات البيشمرقة خلال تواجدها في محور سنجار ورصدت حركة سير مستمرة في وضح النهار للشاحنات التابعة لعناصر داعش وهي تقل النفط والأسلحة والمواد الغذائية ما بين الموصل ومدينة الرقة السورية عبر طريق ترابي تم استحداثه مؤخرا دون أن يتم استهدافه من قبل التحالف الدولي بحسب قيادات البيشمرقة الذين أكدوا عدم ورود الأوامر من قبل القيادات الأمنية العليا للاشتباك مع العدو وإيقاف تحركاته التي نشطت في الآوينة الأخيرة خطاكو ترابيا أبلغنا التحالف الدولي بالطريق الذي استحدثه عناصر داعش ما بين الموصل والأراضي السورية إلا أنهم لم يستهدفوا خطوط إمدادهم التي لا تتوقف عبر هذا الطريق قادة ميدانيون كرد أكدوا للحرة بأن المتطرفين استقدموا خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الأسلحة والعجلات العسكرية يرجح أنها من محافظة الأنبار تنظيم داعش لجأ إلى استقدام العديد من الأسلحة والعجلات العسكرية نعتقد بأنها من محافظة الأنبار سيطر عليها التنظيم خلال معاركه الأخيرة إلا أننا تمكننا من إلحاق خسائر فادحة في صفوفه خلال هجماته الأخيرة وبحسب المعطيات الميدانية في أرض المعركة فإن حسم المواجهة لم يحن بعد في ظل وجود معبر آمن لعناصر التنظيم عبر الأراضي السورية يتم من خلاله استقدام الأسلحة والمقاتلين الأجانب فضلا عن التمويل الناتجي من عمليات تهريب النفط منير أسعد الحرة ترجمة نانسي قنقر